في هذا الفيديو سنوضح ما هي التوكنز الانكماش المفرط على مثال ألتيما هناك العديد من تصنيفات العملات الرقمية ولكن بشكل عام يمكن تقسيمها إلى تضخمية وانكماشية يتزايد الإصدار أو الحجم الإجمالي للتوكنز في سوق التوكنز التضخمية أما التوكنز الانكماشية فهي محدودة للغاية ومنتناخصة أما الانكماش المفرط يحدث عندما ينخفط العرض في السوق بشكل كبير ويبدأ الطلب المتزايد والعجز في تحفيز الأسعار بقوة إذن لماذا من الضروري الحد وتقليل حجم العملات في السوق؟ بمرور الوقت يحدث عجز في السوق وهذا الأمر يؤدي وفقا للقوان الاقتصادية إلى زيادة سعر الأصول يقتصر عرض ألتيما على 100 ألف توكن فقط وهو أحد أدنى مؤشرات الإصدار في السوق العالمية الحد من الإصدارات ليست الآلية الانكماشية الوحيدة لألتيما أداة الانكماشية الرئيسية في ألتيما هي الهالفينج والهدف المحوري من الهالفينج هو احتواء تضخم العملات الرقمية عن طريق تقديل إصرار التوكنز الجديدة ويعمل الهالفينج على نمو سعر العملة المشفرة وزيادة الطلب عليها تعد قاعدة الهالفينج الهخاصة بألتيما من بين أكثر القواعد صرامة في السوق العالمي إذا حدثها هالفينج البيتكون مرة واحدة كل 4 سنوات تقريبا فإنه يحدث في ألتيما كل عام في الوقت الحالي الآن يدخل السوق ما يقرب من 900 بيتكون يوميا بينما عدد ألتيما لا يتجاوز 50 في اليوم سينخفض الحجم اليومي لألتيما إلى النصف كل عام بحلول الفين ثماني عشرين سنخفض دخول ألتيما إلى السوق تلقائيا من 50 إلى توكن واحد يوميا هناك منتل آخر يساهم في تقليل المعروض من ألتيما ونمو الطلب على التوكن وهو محفظة سمارت والت تفرض رسوم على كل معاملة في المحفظة بنسبة 3% والتثيث اتجمد تلقائيا في البلوكتشين لمدة 50 عاما مما يقلل من حجم تداول ألتيما وزيادة أسعارها في عالمنا الآن هناك العديد من العملات المشفرة الكريبتو الانكماشية في السوق العالمي ولكن أصبح ألتيما فقط توكن شديد الانكماش فعلا هذا يجعل ألتيما حلا آمنا ومربحا لأولئك الذين يرغبون في كسم المال من القيانات الرديدة اشتركوا في القناة